اهلا بكم حلقة جديدة من برنامجكم كلامنا بالمصري الاسبوع اللي فات كان عندنا حدثة كبيرة وهي حدثة رشيد حدثة مركب الهجرة غير الشرعية اللي قودة بحياة ما يقرب من 180 مواطن مصري والتقرير النهائي قال ان عندنا 222 قتيل ما بين مصري وسوري وبعض الجنسيات الاخرى طبعا انا مش هضيف او هعيد وزيد في مقال او في مقيل بس انا عايز اتكلم من زاوية اخرى احنا حللنا الاسباب وبعد الزملاء ناقشوا حللوا قالوا عادوا زادت وموضوع الهجرة غير الشرعية اللي بتحصل بشكل شبه دائم مفروض قضية يقف عندها ناس كتير يقف عندها مجلس النواب يقف عندها الحكومة تقف عندها اجهزة كتيرة على رأسها مؤسسة الرئاسة بس لو احنا بنبص للموضوع من زاوية هي الهجرة غير الشرعية دي بتحصل من مناطق ايه نبحث عن هذه المناطق ونشوف مستوى الفقر المرتفع فيها ونبدأ نوجد حلول حلو اوجدنا حلول لهؤلاء الشباب اللي بيضحوا بارواحهم في سبيل البحث عن فرصة انجاز التعبير انها فرصة فرصة غير موجودة يبقى علينا ان احنا نشوف ايه السببب ايه المشاكل عايز اقولك ان في قرية اسمها الجزيرة القدرة دي تابعة لمركز مطوبس بكفر الشيخ القرية دي تحديدا هي الترانزيت للهجرة غير الشرعية القرية دي مفروض لاهتمام بيها يبقى مهم لان انا لو قدرت اضرب النمو الترانزيت اللي بيطلع منه هؤلاء الشباب او تلك المراكب غير الشرعية اعتقد ان احنا نقدر نقول نعمل حاجة طب ازاي الفكرة جاتلي من خلال المشروع العملاق اللي الدولة عايزة تعمله والرئيس السيسي بيشير اليه دائما هو المزارع السماكية عارفين ان احنا عندنا هيبقى اكبر مزرعة سماكية ربما في العالم موجود في منطقة قناة السويس لكن انا في مشروع تنمية محور قناة السويس بس انا لو قدرت انقل جزء من هذا المشروع لكفر الشيخ اللي يمنع وان انا في لفس الوقت بطالب مؤسسة الرئاسة والرئيس السيسي تحديدا ورئيس الوزراء انا اخد جزء واعمل مثلا كم الف فدان في كفر الشيخ 18 الف مشروع مثلا واشغل على كل مزرعة سماكية مش هيئلة عن 5 شباب او 10 شباب فيه الشباب اللي بيتابعوا المية السمك الاكل الزريعة الامن الحراسة البيع النقل الكلام ده انا هعمل توظيف بشكل مستمر بل انا ممكن انتهي ان انا ملك الشباب هذه المزارع السماكية انا كده بضرب فاز كبير او بضرب قضية خطيرة اللي هي الهجرة غير الشرعية بقول للشاب وبقول لوليه امره بقول لابوه بقول لامه بصوا انتم بعد كده ما تكلمونيش على عمل او فرصة عمل انا جيت لحد عندكم كدولة وكحكومة وعملت فرصة عمله عملت ايه اوجدت مزارع سماكية ليكم اوجدت فرصة استثمارية خلي بالك المزارع السماكية وانا بضربك انا موزك النهاردة انا مش بضرب وظيفة مش بقول لك انا هعمل مشروع اداري مثلا او لو سمحت عينولنا الالف شاب دول في محافظة كفر الشيخ ابدا انا بعمل لك مشروع استثماري تكسب منه مشروع استثماري يدر عليك ارباح بقول لك انا كحكومة او كدولة انا هملكك المشروع ده بعد مثلا خمس سنين انت هتبقى غني اذا انت كنت بتدور على السروة السروة موجودة في بلدك السروة موجودة في ارضك بس البداية هتيجي من الحكومة على الحكومة ان تثبت لنا وتثبت لأولئي الشباب انه هم في عينيها وانها فعلا هتحنوا عليهم وانه جزء من المشروع ده بدل ما نعمله كله ونركزه في منطقة قناة السويس اللي يمنع ان انا استفيد بمحافظة كفر الشيخ وعندها المياه هناك والبح ان انا اقدر اعمل مشروع واحد وهو المزارع السماكية غير انه ممكن يوفر عشر عشرين تلاتين الف فرصة عمل عايز اقولك ان القرية الترانزيت دي وهي قرية الجزيرة الخضراء القرية دي فيها اكبر معدل اصابة بفيروس سي اكبر معدل اصابة بفيروس سي موجود في هذه القرية يبقى الدولة لازم ترمي كرة او ترمي ضربة فأس في قلب مشروع ضرب مشروع الهجرة غير المشروع عايز اقولك ان في اكتر من زاوية في هذا الموضوع في حاجة تتعلق بالتعليم انا لو ارتفع مستوى تعليمي مش هعتبر ان الفرصة يلا على طول اركب المركب روح ايطاليا ده ما كانش حد غلب هو في حد بيهاجر الدولة ما يعرفش لغتها هو انت خلاص عارف تتكلم عربي وتكتب عربي على الفيس لما تروح تهاجر ايطاليا ايطالية ايه في شباب من المصريين بيروحوا يعودوا بسنوات كتيرة عشرات سنوات ولا يوجود اللغة الايطالية عايز اقولك معلومة والبعد كان بيسألني طب احنا نعرف ان فيه شباب بتسافر طب الاطفال بتسافر ليه طلع بعد التحقيق ان الاطفال دول بيسافروا عشان حاجة واحدة ايه يا ان ايطاليا ما بترجعش الاطفال لبلدهم تاني بياخدوا الاطفال اللي عندهم 12 و13 سنة في معسكر يدربوهم على حرفة وبيعلموهم لغة وبعد كام شهر بيبدأوا يعلموه يعني يدولهم فرصة بعد 6 شهور عايز اقولك الاطفال اللي بيروحوا لا مش عايزين بيقولك احنا مش عايزين الشرطة الايطالية تقبض علينا ليه لان ابويا بيبقى ماضي في البلد على وصل امانة طب ماضي في البلد على وصل امانة هي مستنى ابن العيل لما يروح ويشتغل ويحول له اي مبلغ فاهمني لكن هو لو استدوه في المعسكر قعدوه 6 شهور يبقى في الحالة دي مش هيقدر يبعط لابوه 100 يورو ولا 300 يورو رغم ان ايطاليا وهي بتعلم الاطفال في قلب المعسكر دول بتصرف لكل طفل منهم 50 يورو في نهاية كل اسبوء ده زاوية من الزوايا زاوية من الزوايا الاعلام ان هو مفروض ينزل لهذه القرى يلتقي باهليهم مفروض الدولة تكون حاضرة مفروض عضو مجلس النواب اللي هناك ينقل مشاكل القرى دي مفروض ان الوزراء يكونوا موجودين في القرى الاكثر فقرا في مصر احنا علينا ان احنا نبحث عن مجرد ايجاد حلول او افكار انا بقولك انا مش منظر ولا في ايدي مش عارف تاج ايه ولا سيف ايه بس انا بتكلم من زاوية محددة طالما احنا عاملين مشروع املاق وضخم في قلب منطقة قناة السويس اللي يمنع ان انا اخد جزء من هذا المشروع واعمله في محافظة كفر الشيخ اللي يمنع الايضا فيه ادوار مهمة جدا فيه ادوار لرجال الدين مسلمين ومسيحيين فيه ادوار غير رجال الاعلام فيه ادوار الاجهزة التنفيذية اللي موجودة في المحافظة هل المحافظ فقر يزور الكرة ده يعني انا مش بتكلم ان هو يزور في العزة ويصرف لكل واحد خمس تلاف جنيه ولا عشر تلاف جنيه لا انا بتكلم في قصة اكبر من كده ان هو يبحث مشاكل الناس دول على الطبيعة احزنني طبعا ان رئيس مجلس النواب مراحش زار تلك الكرة وعزة اهليها احزنني ان رئيس الحكومة مراحش عزة احزنني حاجات كتيرة جدا ان احنا حتى ما نكسناش العالم لان الضحايا كتير حتى لو ما كانش فيه تكيس علم يا راجل عفر عفر وشك شوية او زي ما بيقوله عفر رجلك وروح زور المناطق دي وروح زور هذه المناطق ياريت الشاشة تبقى مليانة بصورة كبيرة لصور احنا جايبنا للشباب المهاجرين اعرضها مخرج على الشاشة بالكامل تشوف الحجم المعاناة اللي هم بيعانوها لما بيهاجروا بيسفروا وبيبدأ يطيبط عليهم ويترموا في معسكرات لما شبابنا بيشوف الصورة دي برضو بيصر على انه شايفينوا الصورة قدامكم هل بيصروا على انه هم برضو يهاجروا لا الصورة دي بعد ما الشباب تم انتشال الجسس بتاعتهم وده امر خطير انا عايز اقولك كمان ملحوظة مهمة جدا عندنا ربعمية وخمسين فرد رجبوا سفينة او مركب ومشوا بيها بمحازات الساحل عايز تقنعني ان الاجهزة اللي بتورسوا دبت النملة ما خدتش بالها من هذه السفينة او هذا المركب يعني عايز تقنعني ان ما فيش اي امين شرطة ولا عسكري شرطة قاعد بسلا في القهوة ولا ان الوادي القهواجي ده مش مرشد لاجهزة الامت يقول لهم الكلام ده الاجابة لا الاجابة ان كله قابض يا اخواننا الفساد موجود في كل حتة بلا استثناء عشان كده احنا معرف لاش حاجة لان انت لو اتكلمت كلام جدا وصح اللي يخلي سفينة تخرج من بلدك وانت ما تعرفش هاش ولا تعرف ترصدها ما ده يخلي اي ارهابيين يدخلوا البلد صح او لا او اي زفينة تدخل البلد الموضوع ليه اكتر من زاوية اذا اردنا ان احنا فعلا نتكلم بشكل جاد والناقش الظاهرة من جزوره هرجع تاني وابحث عن نقطة الخاصة بيا النهاردة ان انا بناشد رئيس الحكومة رئيس الجمهورية في المشروع الخاص بمحور تنمية قناة السويس زي ما هم عاملين حاجة مهمة اللي هو الخاصة بالمزارع السماكية ناخد جزء تاني عايز كمان اقول ان انا يوم الحادثة اتصلت بعدد من البنوك وبولت لهم انا شاب وعايز اعمل مشروع وعايز ااخد القرد اللي هو فيديته خمسة في المية فقالولي اول شرط لازم يكون مشروعك عد عليه سنتين او ثلاث سنوات طيب عايز اقول للسيد رئيس الجمهورية الفكرة اللي انت اتفقت فيها مع محافظ البنك المركزي بتخصيص ميتين مليار جنيه للشباب يعملوا مشروعات صغيرة بفايدة خمسة في المية الفكرة دي لم تنفذ ولان هم حطين شرط جامد جدا وهو ان يكون فتح المشروع ثلاث سنين طب بزمتك رئيس لو في ثلاث سنين عدوا على مشروع وانا عرفت عدي به سنة اولى وسنة تانية وسنة تالت اللي يخلينا اروح للبنك بتكلم جد والله المهم اتمنى اتمنى من كل قلب ان الظاهرة المحزنة دي تختفي وانها ما تحصلش تاني او ان يبقى فيه سبب يبقى الاسباب دي اختفت هل من مستجيب خليني اطلع فاصل وبعد الفاصل انوّع على ضيفي قال كريم سياد نائب المحترم عاطف ناصر عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وحديث متواصل بما انو عضو مجلس النواب ناخد رأيه على حدسة كفر الشيخ ثم نتكلم في ما هو اقتصادي تحت القبة انتظروني بعد الفاصل انتظروا لما يبدو شكرا